النادي الاهلي وزي ما انت قلت انه خسر اربع نقاط وده جديد على النادي الاهلي في اربع عبراتي يخسر اربع نقاط لكن عايز اتوقف معك بتطارق الاهلي اللي بيقدم مباراة السوبر المصري في الامارات على اعلى ما يكون ابي يفوز بالضربات الترجيح لكن الناس كلها كانت بتقول الاهلي يستحق الفوز على الجدارة ثم اداء علامي امام العين الاماراتي ابهر الجميع يعني وكان حديث الجميع صباحا ومساءا وبتاها اللي كاس التحدي بالمناسبة كل شوية بنزعلك وجماعة البرومو بتاع قرأة كاس العالم بكرة اللي انشرفنا نحن نكون موجودين معاكم بكرة من الساعة السبع على الهواء مباشرة معنا كابتن خالد بيبو وكابتن هاني رمزي وزاملنا العزيز محمد سعيد لكنه ناس هنا بتندهش ايه هذا المستوى المبهر العالمي امام العين ثم يفقد نقاط بسهولة مع كل الاحترام طبعا للمنافسين وبيضيع اربع نقاط مبكرا في دوري صغير متكلفت ما فيش شك طبعا الناس كلها يعني بتتساءل انا ذات نفسي يعني حيران لان طبعا قبلها شفت انا انت بتتكلم ما ماتش ان البنك الاهلي خاصة لان شفت قبلها ماتش بتاع افريقيا مع اسك والنادي الاهلي والنادي الاهلي قدم مباراة او شوت شوت الاولان شوت قتل فيه المباراة نتيجة واداء النادي الاهلي في المباراة الدوري المحلي انا شفته مع نادي الاتحاد ومع نادي البنك الاهلي يعني حتى مع نادي الاتحاد لعب شوت ايه شوت الاولاني ما كانتش صحيح قيمة النادي الاهلي او الاداء اللي الناس كلها مستنيها ضيع شوت بشكل كبير جدا جدا ثم شوت التاني بداية قوية جدا جدا تحديد للمرمى المهدي ويمكن المباراة ديها هي اللي اصابت المهدي لان المهدي راح اقدم مباراة تاريخية يعني تعاملك امام النادي الاهلي تمام والاهلي ضيعك كم كبير جدا في النص ساعة الاولى كم كبير جدا من الاهداف لو كان ترجم السيطرة ديها باهداف اعتقد كتعاطة النادي الاهلي ثم التوفيق لنادي الاتحاد باستغلال الهجمة مرتدة عن طريق ديريك نعم بان ديريك واستطاع ان هو يحرز نقطة التعادل اللي اعتقد اثرت بالسلب على اللاعبين نعم نفسيا لان برضو لما تفقد نقاط في الدورة من بدايتها بالشكلة طبعا بتأثر وده اللي أثر على النادي الاهلي في مباراة البنك الاهلي مباراة البنك الاهلي يعني من المباريات القليلة اللي انا شفتها النادي الاهلي ما بيقديش فيها ما بيقديش ما قداش بصراحة اللي يخليه يكسب المباراة على الرغم ان رمي ربيع جاب هدف نعم طبعا فيه لغة كبيرة جدا في صحيته نعم لكن مش ده الأداء اللي يطم النادي الاهلي في الدولة في الدولة في الدولة في الدولة في الدولة نعم يعني برضو يعني مش عاوز اقولك برضو غياب العناصر الكتيرة جدا خاصة على سعيد السترايكر نعم طبعا ما في الشك طبعا امام مش موجود ما في الشك طبعا بيأثر بالسلب لكن برضو النادي الاهلي هو النادي الاهلي بقيمته بلعبته بلعبين اللي بتشارك اللي هي بتجيلهم الفرص عشان تقدر تثبت عقائتها في اللعب خلال الفترة اللي جاية والنادي الاهلي محتاج ان كل اللعبين يكونوا جاهزين لانه بيشارك في اكتر من بطولة صحيح ودي نتيجة المشاركة اصابات اللي حميته بشكل كبير جدا جدا فلازم اللعب اللي بره يكون جاهز عشان ما يتأثرش النادي الاهلي لا في الدورة ولا في البطولة الافريخية اللي هو هيشارك فيها حتى ولا بطولة كاسل الآن على الاهلي فماتش جنوب افريخية لا انا مش الآن يعني الاهلي بيلعب بره احسن كمان بيبع عنده حافظ اكتر في الاداء يعني اعتقد لكن هي الحاجة الوحيدة تتقلقني ان هي مع فريق جنوب افريقي والكرة الجنوب افريقية يعني كرة سريعة ودائما فيها ديربي ديربي وبين نادي الاهلي وبين الجنوب افريقي يعني خاصة مع سان داونز فيه جوالات كتير جدا نعم فيعني اتمنى نادي الاهلي على الاقل ما يخسرش المبارضة بإذن الله بيرامد سنة دي بدايته محيرة يعني اذا كنا بنقول الاهلي والاهلي عنده ارتباطات تانية شوية بتشغله بعض الشيء لكن بيرامدز الحقيقة التعادل امام بيتروجيت في المباراة الاولى ونقطة لم تكن مستحقة لبيرامدز وبيتروجيت كان افضل كتير ثم فاز مبارتين ثم عادة وخسر امام النادي المصري هل دا بيقلل من فرص بيرامدز على المنافسة ولا هي بتكون كبوة في البداية ما والاهلي خسرنا اربع نقاط والزمالك ثلاث نقاط وبيرامدز خمس نقاط فالتعويض سهلة البدايات طبعا بداية قوية جدا لكن ما بتعبرش عن عن يعني من الفرق اللي هتنفس لان طبعا ما في الشك طبعا يعني الدوري طويل برضو تسعى جولات تسعى يعني سبعتاشر جولة سبعتاشر بالزبط كده نعم فانت المباراة دي ما في الشك طبعا يعني بتأثر اي نعم بالسلب في قدران النقاط لكن برضو قوة المنافسة وبالعب النادي المصري اللي هو الاول حاليا نعم فاللي هو داخل يعني المفترض هو القوة الرابعة في الترتيب من الموسم اللي فات صح يعني كان اهلي وبعدين البرمند وبعدين الزمالك وبعدين المصري فانا اعتقد ان الرباعي دول هيتدول بينهم منافسة كبيرة جدا في تحديد المراكز الاولى نعم خلال الفترة اللي جاية ديت مين هيفقد نقاط يعني في الطريق ما في الشك طبعا يعني بيرمدز يعني من الفرق اللي أثبتت يعني تواجدها بشكل قوي جدا جدا في المنافسة مع أهل القمة وتوجودها في المركز التاني السنة اللي فاتت طبعا ومحاولته بقدر كبير جدا فالكاس مصر في الحصول على بطولة فمبقس توج ببطولة كاس مصر في السنة اللي فاتت السنة دي طبعا ما في الشك طبعا مطالب الأكتر في المنافسة على البطولة الأقوى لبطولة الدوري ففقدان النقاط ما في الشك طبعا يعني بيأثر على الفريق لكن أنا أعتقد برضه من البادر من بادر اننا نحن نقدر نحكم على الفرق في فقدان النقاط